سايدة الفترة الأخيرة تهريب الأسلحة إلى المناطق التي لا تزال تحت سيطرة ميليشيا الانقلاب عبر طرق ملتوية ومنافذ بحرية مختلفة فمنذ اقتحام الحوتيين للعاصمة صلعى ومهاجمة المدن واستمرار الانفلات الأمني تسببت تلك الأمور في تزايد انتشار الأسلحة وبيعها وتهريبها في المناطق التي تسيطر عليها ميليشيا الانقلاب أبرزها العاصمة صنع ميليشيا الحوتي والمخلوع الصالح استخدمت ميناء الحديد الاستراتيجي في تهريب الأسلحة التقيلة والمتوسطة القادمة من إيران استغلت السواحل الغربية في البحر الأحمر للقيام بعملية التهريب استخدمت قوارب الصيد في تهريب كميات كبيرة من الأسلحة القادمة من إيران وتشير التقارير باستخدام الميليشيا الحوتي وصالح طرق مختلفة في تهريب الأسلحة عبر مهربين من القرن الأفريقي والبحر الأحمر الجيش الوطني في فترات سابقة ألقى القبض على شحنات أسلحة مهربة برا كانت في طريقها للحوتين عبر محافظة المهرة وحضر موت وشبوى ومأرب التي تم مصادرتها وكانت مصدرها إيران وكشفت التقارير العسكرية المختلفة عن وجود خبراء قدموا من إيران ومن لبنان إلى اليمن للعمل مع الحوتين في جبهة مختلفة فإيران كما أكدوا ضالعة بالفعل بتصدير السلاح وتصنيع السواريخ لميليشيا الانقلاب والمخلوع صالح